اشتركوا في القناة متوكبة مع النظام الجديد شعزك تلقى منها خالص حلقتنا دائما اللي بيقى فيها جزء شرح ما بيكونش كتير قوي وجزء تطبيقات هو اللي كتير قوي عاوزكوا تهتموا بجدا خدنا ايه المرة اللي فاتت مرة اللي فاتت درسنا الفيض المغناطيسي النهاردة هناخد كسافة الفيض الناشئة عن مرور طيار في سلك مستقيم ودي حلقة من الحلقات المهمة واسئلة مهمة جدا احنا متفقين من المرة اللي فاتت ان اي موصل معدني طبعا يسمح بمرور الطيار الكهرابي طبعا هيمر في طيار لابد وان ينشأ حوله مجالا مغناطيسيا المجال ده هل اثره الى اللا نهاية ولا الاصر بتاعه بيختلف على حسب البعد وحسب المسافة وهكذا طبعا بيختلف فعايزين ننكس بقى مع بعض جدا في اول حاجة عندنا اول حاجة عندنا المجال البغناطيسي في سلكيا طرأ شكله ايه قانونه ايه بنحدد اتجاهه ازاي العوامل التي يتوقف عليها كثافة الفيض البغناطيسي ايه تعالوا ناخد بالنا ونجاوب على الاسئلة دي يلا ها كم سؤال اول سؤال شكل المجال العالم اوريستيد لما جه حط عندنا البرادة بتاعت الحديد حوالين ورق مقوى جابه ورق مقوى وجاب عندي هنا سلك هو مغناطيسي والسلك ده مشي فيه طيار كهرابي وحط البرادة وجد ايه ولقى ايه لأن البرادة بتاخد شكل دوائر متحدة المركز ومركزها موضع السلك بالضبط زي القلم ده بالنسبة لإيه دي كده الدوائر حوالين القلم يبقى القلم ده هو المركز هو المحور وحوالي دوائر متحدة المركز هي دي الشكل الهندسي اللي ترسم لما حطنا برادة الحديد البرادة يا حبيبي وسيلة ان انا اشوف بيها المجال اللي انا مش عارف فاشوفه لأن المجال ده شيء وهمي احنا بنتصوره طب اشوف المجال ازاي اعرف استدل عليه من خلال توزيع برادة الحديد هل ممكن حاجة تانية اه طبعا انا لو حطت بصلة والابرة بتاعت البصلة دي موجودة عندي هنا كده والبصلة دي اتحركت في اتجاه معين اه طبعا هده يبقى دليل على مي دليل على ان في عندنا مجال مغناطيسي وعلى فكرة دول عندنا النقطتين او الاتجاهين او الظاهراتين او الطريقتين اللي اقدرنا نعرف بيهم ازاي بينشأ مجال مغناطيسي او هل فعلا في مجال مغناطيسي عند امور طرف سلك اه اقدرنا نعرف ده من خلال مين البرادة التوزيع الهندسي بتاعها شكل الدوائر اللي بينشأ ده دليل كافي جدا على ان فيه تأثير مغناطيسي للطريق العربي مش بس ده كمان ده مين ده ابرة البصلة لما تنحرف في مصار معين بتعمل نفس الكلام بالظبط يعني تحرك البصلة لابده انه دليل على وجود مغناطيسي القانون بقى الخاص بالسلك المستقيم اللي احنا بنطلق عليه اسمه قانون انبير الدائري ايه هو القانون ده يبقى العازك تعرفه كسافة الفيض اللي بتنشأ هنا بنسميها او القانون ده اسمه قانون انبير الدائري ياريت ناخد بالنا منه نعرفه جدا طب هل المجال ده البرادة دية اللي بتنشأ دي اعرف اتجاهها اه بصوا بقى حبيب بقولوا معايا كده عندما نقبد السلك باليد اليمنى اهو وروح تواخد الابهام يشاور على الطيار الدوران باقي الاصابع تدل على اتجاه المجال المغناطيسي اسمها قعدة ايه بقى دي يا ولاد اسمها قعدة اليد اليمنى الانبير او قعدة انبير لليد اليمنى المهم نستخدم اليد الايه اليمين اذا كان الابهام يشير الى الطيار فان دوران باقي الاصابع يدل على اتجاه المجال المغناطيسي اسمها قعدة ايه بقى ايه بقى ايه بقى اول قعدة هتجلنا في المنهج فانا اخد بالنا منها جدا طب يبقى وظيفة القعدة ايه او تستخدم في ايه تحديد اتجاه المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور طيار فين عند مرور طيار فين في سلك مستقيم طيب عندي بعد كده القانون بقى شدة الطيار خلي البي بتتناسب طرد مع شدة الطيار ده معنى ايه معنى ان كل ما الطيار اللي في السلك تخيل سلك في طيار عشرة امبير طب سلك في طيار عشرين امبير كل ما الطيار زاد كل ما كسافة الفيض المغناطيسي الناشئة هي كمان زاد يبقى العلاقة طردية البي تتناسب عكسيا مع البعد العمودي عن مركز السلك يبقى انا لو معايا سلك هنا كده كبل قهرب وعند نقطة هنا ان انا بكلم عن البعد عن ايه محور السلك او البعد عن ايه عن مركز السلك فدي اخد بالي منها جدا جدا يبقى عندي كم عامل عاملين كمان في عامل تالي تخيل لو ده السلك ودي نقطة وهمية بشوف او بدرس عندها اثر كسافة الفيض المغناطيسي وهنا هوى هل لو الوسط ده هوى زي ما يكون ايديا زي ما يكون خشب زي ما يكون حديد زي ما يكون بلاستيك زي ما يكون معدن ولا كل وسط له نفاذية المنطق بيقول ايه ان كل وسط له نفاذية علشان كده عايزك تاخد بالك كويس جدا وتبقى فاهم ان كل وسط له نفاذية مغناطيسية يبقى انا عندي العوامل التي يتوقف عليها كسافة الفيضة عند نقطة شدة الطار اللي ماشي في السلك البعد العمودي التالتة نوع الوسط ما بين السلك والنقطة طب ادي كم عامل ادي التلاتة عوامل يطلع من عندنا هنا القانون اللي بيقول بي بتساوي ميو مين بقى ميودي حبيب الغليين الميودي اسمها معامل ها النفاذية المغناطيسية للوسط اسمها ايه بقى تاني معامل النفاذية المغناطيسية للوسط قيمتها كام للهواء اربعة باي في عشر اوسي سالب سبعة وبر على امبير في متر يعني ليها قيمة سابتة ميستر اه ليها قيمة سابتة عندنا ودي طبعا تعريف هل هي تعريف ليها معنى هي قابلية الوسط لنفاذ الفيض المغناطيسي خلاله عشان كده يقول لك خد بالك ما تروحش ما تيجي تشتري ارض عشان تبنيها وبالذات لو كنت في منطقة ريفية او منطقة زراعية تروح تشتري ارض عشان تبني عليها وفوقيها بيمشي اسلاك الضغط العالي بتاعت الكهرباء شمعنا قال لك لان خلاص ما احنا فهمنا ان لو مشي طيار في السلك هيتولت حوالي مجالا مغناطيسيا طب ما ده بيأثر على الصحة العامة عشان كده ينصح ببناء المساكن بعيدا عن ابراج الضغط العالي هنا بقى حبيبي هناخد شوية التطبيقات مهمة جدا جدا كده بقى حبيبي خلي بالكم ان القانون بتاع كسافة الفيط في سلك بقى هنقول بيه بتساوي ميو فاي على اثنين باي دي احنا اتفقنا ان الميو دي بتساوي اربعة باي في عشر قس سالب سبعة طبعا ويبر لكل امبير في متر عشان كده انا البي ديت لو جيت هنا في الميو وحطيت مكانها اربعة باي فعشر قس سالب سبعة كلام ده في الهوى طبعا يا ولاد على اثنين باي دي وشلت البي مع البي واللي اثنين مع الاربع يبقى اثنين يبقى هنا يبقى اثنين في عشرة واستسالب سبعة في اي على دي ادل بي القيمة دي كده هي قيمة كسافة الفيض الناشئة عن مور طرف السلك بس ده في حالة الهوى هيجي طالب طبعا يقولي يعني انا ممكن نستخدم القانون ده مباشرة في حالة سلك مستقيم اقوله بشرط انك تكون مطمئن ان فعلا المسألة قال ان الوسط هو واغلب فعلا مسائلنا بتيجي على الهوى تعالى نشوف مثال على ده اول مثال عندنا بعدين نرجع لنقطة تانية بتاعة نقطة تعادل احسب كسافة الفيض المغناطيسي الناشئة عن مرور طيار كهربي مقدار عشر امبير عند نقطة تبعد عن السلك مسافة خمسة سنتي علما بان طبعا القانون بتاعنا بي تساوي مي على اتنين باي في اي على دي يبقى بي بتساوي اتنين في عشر اتنين طبعا راحت فين خلي بالك ما تنساش ان المي اربعة باي في عشر اتنين سالب سبعة فاختصرت البي مع البي الاتنين بقت بقى هنا اتنين فطلعت الكلام اللي قدامكو ده الاي بكام عشرة على خمسة فعشة السالب اتنين جات منين دي ما حضرتك مدين ان المسافة اللي عندي قد ايه خمسة سانتي فلما اجا حطي خمسة سانتي اضرف في كام فعشة السالب اتنين وبعد كده اختصر تطلع البي اربعة فعشة السالب خمسة تسلا اشتركوا في القناة